هنأ رئيس البرلمان العربي عدل العسومي قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الدكرى الحادية والاربعين لتأسيس مجلس التعاون الخليجي مثامنا للجهود المخلصة والدأوبة التي يبدلها القادة من أجل نهضة دولهم وشعوبهم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبهذه المناسبة أكد العسومي أن مجلس التعاون الخليجي يمثل صرحا أقليميا عربيا شامخا صمد أمام الكثير من التحديات التي وجهته منذ نشآته وأذبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس مضيفا أنه لا تزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنتظرها شعوبه منه من أجل تحقيق المزيد من التكامل وتضامن الخليجية على كافة المستويات